السلام عليكم ورحمة الله هذه أسئلة أسئلة مادة النحو للمرحلة الثالثة وراح نعلم بكم شون تجي الأسئلة وشلون تجاوبونها وهذه أسئلة يعني موجودة بالكتاب سواحد يجيني يقول الأستاذ الأسئلة المادة الامتحان أستاذ أنه يجيبني أموه يجيبني أصاب حقيقة أنا ما أعرف اللي بالي الأستاذ ولا أعرف شن اللي يريده بس أنا كل أستاذ حسب وجهة نظر بس أنا عندي منهج وهذا المنهج إحنا بيتمارين وأنا هالأسئلة جايبها كلها من التمارين فالسؤال اليول يقول indicate O-D-O-I يعني حدد ال-direct وال-indirect object وإحنا قلنا الفاعل العاقل راح يكون indirect الفاعل إحنا عدنا فاعل عاقل وعدنا فاعل غير عاقل borrow me your pain أعطيني قلمك طيب هنا ال-direct هو يعني ال-direct your pain ال-indirect هو me يعني المي انداركت العاقل انداركت فكل العاقل انداركت انداركت send them in direct my sister انداركت وهذا البوكت دايركت لأنه جماد طيب سؤال الثاني example of aye example of aye شن معناها؟ يعني أنطي مثال s-v-transitive z-o-d يعني انطينا جملة بها فاعل وفعل متعدي ومفعل به مباشر ومفعل به غير مباشر I send علي أبوك خلص جملة الثانية انطيت جملة بها cs he is he is he is my friend فاعل رقم ثلاثة فاعل وفعل وظرف مكان I went to London ذهبت لبقى لندن فاعل زاادا dynamic فعل فعل dynamic زاادا object مفعل به he is speaking English خمسة فاعل زاادا I went to ayea فعل غير متعدي فعل لازم وظرف مكان وظرف time I went I went I went فاعل 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 وظرف مكان وظرف زمان يعني مثلا I went to London I فاعل فاعل to London ظرف مكان ظرف زمان I went to London yesterday البارح طيب السؤال الثالث يقول classify the underlying words طبعا هنا اكو كلمات محددة بس هسا ما واضحات يعني يجيب لك كلمات مثلا هسا هي كوك يقلك شنو نوع الكلمة انت تقول له verb لين بها ايدي و الى اخره يعني community ها هي اسم يعني الاسم يعني الاسم يحدد اسم يقول لك ذكر لي نوع الكلمة سؤال الرابع فلذة The man invite the Swedish girl هذا موجودة نصا هذا على البروفر يعني liked hair are words that accept addition كلمات تقبل الاضافة موجودات نصا takes two objects تاخذ مفعولا به دائريكت لو ان دائريكت in sentences في الجمل you make him the chairman everywhere is in the sentence they make him chairman بهاي الجملة كلمة اللهم شنقول عليها طبعا انا اقصد الهم اللي انقول عليها يعني دائريكت لو ان دائريكت مبينة ديكت و انا مبينة عاقل احنا اتفقنا على العاقل طيب takes one object ياخذ مفعول به واحد اللي هو المونو transitive verb فعل المونو السؤال الخامس صاحب خطأ يقول الفعل المتعدي have no object غلط الفعل المتعدي ياخذ object السؤال الثاني The linking verb must have ing الافعال لينكينج لازم تاخذ ing لا مقاعدة ما لا علاقة السؤال الثالث sometimes the intransitive verb has oblique بعض الاحيان الافعال اللازمة تاخذ مفعول به لا غلط The operator يعتبر auxiliary The adverbs are obligatory الظروف هي اجبارية بالجمل لا مظفرية مو اجبارية نقدر نحذفن يعني عادي نقدر نحذفن هذا هي اسئلة واجوبة عن مادة النحو للمرحلة الثالثة الفصل الثاني ترجمة نانسي قنقر